السلام عليكم ايها الشعب السوري وبرك الله في الثورة السورية الكبرى في عنا معلومات كتير مهمة وصلتنا اليوم من شي كم دقيقة انه هذا بشار ابن المراح عند خمينئي صار مكالمة خطيرة بين بشار مع قاسم سليماني قائد الحرس الثوري في سوريا والعراق فهذا النجس الثوري الان كتير عم تخبط عنده خمسة عشر الف مقاتل يريد ان يدخلهم الى سوريا وما عم تسمح له روسيا انه يدخل هدولا لعشر تلاف لخمسة عشر الف مقاتل وهن موجودين على حدود الاراقية السورية وهذا لانه رئيس الاركان الاسرائيلي ضاغط على بشار وعلى رامي مخلوف وقال له ما اتفوتهم لانه انا بدي ايجي اضربكم وطير الحكم تبعكم فعم راح بشار لعنده ليفهم خميني يعمل له انه انا ما في نفوت هالخمسة عشر الف مقاتل هدول ميليشيات لسوريا لانه حكمه بدي يطير الحكم تبعه بدي يطير ونتنياهو راح عند بوتين خلال ثلاث ايام ولا حتى يسمح له بوتين بانه يطير حكمه وحط فاروق الشرع الشيء الاخر انه خميني ايام قاله انه بنا نتحاسب بالنسبة للسرقات يلي اخذتوها خلال هال ثلاثين سنة ونحن عم نساعد حزب الله بلبنان كل ما نبعط فلوس كل ما نبعط اسلحة قاله خميني ايام كل ما نبعط مواد غذائية كل ما نبعط مساعدات لحزب الله كنتوا تاخدوا نصها وتبيعوها بالسوق السودان فبدي انا اتحاسب انا وياك انا اعوره والم وتعطوني كل هالفلوس او ترجعوني كل هالفلوس اللي اخذتوها قوميشونات اا لما كانت كنتوا توصلوها لحزب الله وقال له انه هلا يعني نصر الله كتير زعلان منك وكتير غضبان منك وانك انت عم تلعب بذلك يا بشار بعدين قال له انه انا عم يشتغل على توطين اللاجئين السوريين بالدول المجاورة فبدي ادفع كوميشونات للمؤسسات بدي ادفع رشاوي للمؤسسات مشان اا تستمر بالمساعدات للاجئين السوريين بالدول المجاورة لانه هناك عم يشتغل على مشروع توطين اا مع الامريكان والروس مشان انه يخلوا اللاجئين السوريين يبقوا بالدول المجاورة لانه ما بدنا ياهن يرجعوا على سوريا فما قال له انه بشار انا ما بقدر امشي معك بالمشروع لانه بوتين بدياني انه رجع اللاجئين وانا مضغوط عليه منك ومنها فالمهم في ضغوطات كثيرة على بشار